ازكا عبدالخلق اخبارك ايه? ازكا كانت ايه لأخبار? تمام الحمد الله? اه الحمد لله. عايزين نبتدي بقى ونشوف احنا هنختار قطع ايه في الجهاز? اه ايه رايك نبتدي باول قطعة تكون المعالج بتاعنا? طب مش لان انا برضو مازل قطعة مهمة وبنحدد عليها بقى الجهاز الاول عشان نشوف انت هتحتاج تستخدمه في ايه وكده? بالضبط ما انا بقول كده المعالج هو اللي انحدد على اساسه والرمات والحاجات ديات كلها مظبوط? بالضبط واستخدام العام كمان للجهاز. واستخدام العام للجهاز بالضبط طيب بص ما يا سيدي انا زي ما قلت لك الجهاز هيكون هدفه الاساسي الجيمينج والجيمينج كمان مش الجيمينج الف وتمانين بي. لو انا عايز البروسيسور دوت يبقى كويس للجيمينج. انا عارف ان ايه منزل دلوقتي ريزن سيفن وريزن فايف. وفي انتل طبعا منزل لبروسيسورز كتيرة. فانت في رائيك. لو انا هجيب حاجة مثلا للجيمينج. هيكون هانيه احسن اولا. انتل ولا ايه ام دي وليه? ايه هنحزل الحاجات منصة الكور اي بتاعت انتل اكثر المرة دي. عشان ايه موضوع الاعلى بتاعتهم. او او بتاعتهم وكام حوار تاني كده. بيخلي اداءهم في البيور جيمينج احسن من اداء رايزن لان رايزن ما زال عنده مشاكل في الكاش والميموري شوية. اه يعني رايزن مشاكله في الكاش والميموري بس مشاكله مش في الكورك لوك. مش في الكورك لوك بس الاي بي سي بتاعت اقل سنة والمشاكل الاساسية في الكاش والميموري. اه يعني المشاكل الاساسية في هي الكاش والميموري. مضبوط. الكورك لوك ما زي بعض بس لو كسرت السرعة انتل طبعا هيكسب. انت ممكن تتلع با سبع سبع سبعوية كي لحد خمس جيجا هرتس تقريبا مقارسة اربعة اربعة وواحد بالكتير اعمل حسابك برضو ان انا يوتيوبر. بس زي ما قلت لك الجهاز دو هيبقى أهمي الاساسي فيه هو طيب لو واحد عايز يختار معالج المعالج دوت يكون يقدر يعمل به مثلا او يعمل به فيديوهات او اي شغل تاني. وفي نفس الوقت يلعب بيه جيمينج. ساعاتها هيبقان هي احسن. انتل ولا اي ام دي? اه حاجات اي ام دي رايزن وممكن منصة السكايليك اكس الجديدة بتاعة انتل برضو. اللي هي لسه ما نزلتش قدام شهر او اتنين تقريبا. لكن بالنسبة للسعر ايكس ناينتينين انا عارف انه اسعاره نزل خرفية شوي. اه لا ايكس تو ناينتينين اللي هو الجيل الجديد سكايليك اكس. اه سوري اكس اه. احسن شوية. بس هو لسه عشان ما نزلش فانا مش عاوز احكم عليه الاول. فحقول رايزن مؤقتا يعني لحد ما ينزل طبعا ونشوف ادوه. طيب بقولك ايه? بالنسبة للا اكس تو ناينتينين مدام احنا جبنا سر. هل هو هيبقى كويس للجيمينج ولا مش هيفرق كتير في موضوع الجيمينج? بالضبط احب ازا اكس ناينتينين بالنحية الجيمينج السكت اللي فاتت يعني. اه. لو كنتوا بستة سبعة مائة كي او سبعة متساويين. تمام. مع فرق السعر طبعا. مع فرق السعر. هو بيتفوق من ناحية والشغل بتاع اكتر يعني. يعني ما يمفكروش في المنصة بتاعت اه دي اتخذ ويركزوا دايما على اللي هي معالجات اللي هي على معتقد بتاعت تقريبا. طيب. حلو. يعني كده لو انا هشتغل اه او ان انا هعمل فيديوهات او هشتغل من اي نوع او انتاج من اي نوع. ساعتها هيبقى هو الاحسن بالنسبة لي حاليا على حسب اللي موجود في السوق. ولو انا هشتغل بس هيبقى هو اللي احسنه دلوقتي. مظبوط? مظبوط. اه هيدوك برضو اداء كيس في الجيمينج مش اداء وحش. بس ودان مش في خليك من ناحية انتل انها مازالت متفاوقة يعني بفرق معقول. تعالى نرجع على موضوعنا بقى. لو انا عايز اشتري معالج احنا استقرنا خلاص ان انتل هي الافضل في الجيمينج. ايه احسن معالج انا اشتريه للالعام? الستة سبعمية كي او السبعة سبعمائة كي لو مش اوفر. لو مش نوعي اعمل zosta اه خل كي لوك. خل نسخة يلي מש كي مش بيك معلو ma آآ آآ سوري سوري. يعني انت قولت سبعة سبعمائة وسبعة سبعمائة كي. الفرق ما بينه في الفلوس كتير ما بين السبعة سبعة سبعمائة وسبعة سبعمائة كي مسلا? مش كتير. مش فكرة وكان بس هو فرق مش ضخم يعني. بس هو الفكرة انت اوصلا من او لأ لان احتحسب بوردة زي بدل بوردة اتش مسلا او بوردة بي. وحتحسب كولر كويس عشان ما بيجيش مع كولر. هيبقى ليها حسابات. لا احنا انا عرف ان السبعة سبعمائة كي بيقدر يوصل لخمسة جيجا بسهولة جدا. اه دي حقيقة. طب سألك على حاجة. انا عرف ان السبعة سبعمائة كي بتاعته او لا حقيقة موجودة في البروسيسور اصلا. البروسيسور بيوصل لفور بوينت فايف بيوصل لاربعة وخمسة من عشرة. مظبوط اه. هل الموضوع ده برضو في السبعة سبعمائة ولا ده في السبعة سبعمائة كي بس? اه في السبعة سبعمائة حيبقى اقل لحاجة بسيطة. لكن هو مازال بوشت برضو كويس. يعني معنى كلامك لو انا جبت مسلا سبعة سبعمائة كي وعملت له الخمسة جيجا بسهولة. احنا عارفين ان هو بيتعمل له خمسة جيجا بسهولة. هيبقى ده احسن بروسيسور هيديني اداء في الالعاب. مظبوط? مظبوط اه. ده تمنه في حدوث كامل? السبعة سبعمائة كي هو اللي انا فاكره كان في حدوث تلتمائة واربعين تلتمائة وخمسين دولار. تلتمائة واربعين تلتمائة وخمسين دولار. طيب لو واحد عايز يعمل يجمع تجميع للالعاب برضو بس التجميع عادية عايز السعر بتاعها ما يكونش عالي قوي. عايز السعر يكون متوسط. اي احسن بروسيسور يقدر جيبه بالسعر المتوسط ده? الستة خمسمية. الاي فايف ستة خمسمية او سبعة خمسمية هما الان واحد يعني. وطبعا النسخة الكي منه اللي هو ستة ستة مية كي وسبعة ستة مية كي. اه تمام. دول التمنهم في حدود كم تقريب? اه ماتين وتلاتين ميتين واربعين دولار كده في الحدود دي. يعني فرق ميت دولار تعريبا انه مية وعشرة مية وعشرين دولار ما بينهم وما بين السبعة تلاتين في سبعة مية كي. اه. طيب فرق الاداء ما بينهم هيكون كبير? اه لا. في تسعة وتسين في المهم الالعاب الموجودة الوقتي فرق الاداء حيبقى صغير جدا. في لعب معنا زي بات الفيلد وان عشان اللابة مليانة فيزيكس وكده ونوع يعني اكتمل بوتل نيك على البرسترات المتوسطة. فحاجة زي السبعة سبعة مية كي حيبقى مفضل في الحالة دي طبعا. يعني برضو عدد الكورز لساعات بيفرق في بعض الالعاب زي بات الفيلد وان. مضبوط. مساعد جدا في السبعة سبعة مية كي عن ساعة الستة ستمية. طب هل ده معنا ان في بعض الالعاب هتقدي اداء كويس مع مسلا عن السبعة سبعة مية كي يعني تعال نفطيد مسلا بات الفيلد وان. شغلتها انا على سبعة سبعة مية كي وشغلتها على هل هتشتغل احسن على سبعة سبعة مية كي ولا احسن على ريزن سيفن. ايه هو حسب لو تركت على اللي بتاع هتلاقي برضه هتقوم نحزة شوية للسبعة سبعمية كي لان هو هو اللعبة متبرمجة اساسيا على فور كورس بس. والهايبر ثريدينج بيساعد في حاجات معينة من الفيزيكس وكده. فهو استخدامها للات كورس مش كامل. فانا رجع بقتين مشكلة الميموري بتاعة رايزن. دمان. فحتقلله برضو عن ايه السبعة سبعمية. لكن هيتفاق مسلا في لعبة زي أشيز اف سنجولاريتي. العاب يعني انا حاجات محتاج كتير وكان. ساعتها هتفعه. مظبوط. طيب يعني احنا كي احنا اقولنا لو حد عايز يجيب احسن الالعاب هيجيب سبعة تلاف وسبعمية كي. لو حد عايز يجيب بروسص متوسط الالعاب هيجيب ست تلاف وخمسمية او ست تلاف وخمسمية كي. مظبوط. مظبوط. بس بلاشتة ربعمية لان الكل كولك بتاعته قليلة قليلة شوية. وبنسبة للفرق ما بينه ما بينه وابينه ستة خمسة وأنا أمتين جنيت ثلتون جنيت حاجة كده. فرق الادد ما بينهم يعني يستهلط كلا كمان. فطبعا اللي يجب ما يجيبش قليه من ستة خمس ومية. طبعا والستة خمس ومية الترفص بتاعه كم؟ والستة ربعمية الترفص بتاعه كأكم? تقريبا كان تقريبا كان تقريبا كان wear one لاني container ما عدتش بحفظ كاليي. او كمان. الستة ربعمية اللي كان avec three point two حاجاتهم. ريزن فايف ما يبقاش احسن من اي فايف برضو هو نفس المشكلة بتاع ريزن سيفن والاي سيفن برضو حسب الالعابه كدين نفس القصة برضو طيب لو احنا عايزين يجيب بروسسور يا دوبك بقى يمشينا يعني مش عايزين ندفع فلوس وعايزين شوية اداء فاهمني؟ للناس اللي ما عاش فلوس تشتري بروسسور دلوقتي دوبك عايزين بروسسور يمشيهم بس انا فاهم فاهمت نعم الستة مائة اه بس لو اقلم لنقفرد يعني ان في حال انه اقل من كده ولازم جديد يبقى البنتي هم جير بقى خمس مائة وستين بس لو حيبقى اخره علعاب اي سبورتس علعاب خفيفة عن متن دوتا تولو اه ده الحاجات الخفيفة طب بقولك الستة مائة بكام تقريبا الستة مائة بيتبقى في حدود مائة وعشرين مائة وتلاتين دولار مائة وعشرين والجي اسمه جي اربعة ومسومة وستين اربعة خمسمية وستين طيب ده تامنه كم؟ اه ده تامنه في حدود تمانين دولار تارين تمانين دولار طيب البروسيسور الاخراني اللي احنا نعاني عليه اللي هو جي اربعة ستة خمسة دوت اللي انا اول مرة اسمع عنه منك على فكرة دلوقتي اعتقد هيعمل مشاكل في الالعاب كتيرة مظبوط احنا ممكن نستبعده ونقول الناس يفضل ان هما ما يجيبوهوش دي حقيقة بس انا بقول لنفض لو هو مسلا حد لازم يشتري حاجات جديدة بش مستعملة لان الموضوع ده بيعد عليك كتير لكن انا شخصيا انا شخصيا لو بيشتري هروح لحاجة هروح لخير مستعمل في الرينج ده ممكن اجيب اه اي فايف مسلا سكند جنيريشن ببرضة بنفس التامنه يبقى احنا استقررنا ان احسن الالعاب هو سبعة تلاف وسبعمائة كي وبروسيسور متوسط للالعاب هيكون ستتلاف وخمسمية وبروسيسور اه او معالج يكون اقل قيمة ممكنة ممكن تشغلينا جهاز هو ستتلاف ومية مظبوط مظبوط انا هسألك سؤال بقى تاني علشان الناس تبقى عارفة او هي بتجيبي البروسيسور او هي بتجيبي المعالجات ديت ممكن يقفوا فيك لو هتكلم على اتنين من كروت الشاشة او هتكلم على تلات كروت شاشة بالزبط تلات كروت شاشة دولت عايزين نعرف التلاتة دولت مع كل بروسيسور من دول ممكن يعمل لنا عنق زجاجة ولا لا يعني لو احنا هنتكلم تعالى هنتكلم على كروت شاشة مثلا ايه اللي هي الربعمائة وتمانين الامد ربعمائة وتمانين ونتكلم على الف وسبعين ونتكلم على الالف وتمانين التلاتة دولت مع كل بروسيسور من التلاتة اللي احنا قلنا لهم انهي بروسيسور من دولت يعني تعالى مسلا نبتدي مع السبعة سبعة سبعمائية كي في حاجة من التلات كروت الشاشة دولت ممكن تعمل معها موضوع عنق والزجاجة والبروسيسور يوقف الكارت انه هو يشتغل ايه لا السبعة سبعة مائة كيد يعتبر زي ما أساقة هو كويس. ومعظم العاب مش بتيحتاجات اكثر من بالهايبر ثرين بتاع السبعة سبعة مائة. فما فتاكش في لعبة ممكن يعني تعمل يعني مش هيعمل بوطلنق او عنق زجاجة السبعة سبعة مائة كيد مع اي واحد من التلات كروت دول. السترت وخمسمائة هيعملوا عنق زجاجة مع واحد برضو من التلات كروت شاشة دولة? هو برضو يعتبر لا انه هو زي دايما خيالي. اه تريبا بحطه على اي كارت موجود. التين ممكن شوية ان الكارت مازال عليه شوية. ممكن في بعض الالعاب من نهبة تضغط على ستة خمسمية شوية. فحيبطل نك الكارت. يعني لو انا حد يجيب ستة خمسمية يفضل ما يجيبش معال الف وتمانين تيار. اه لو حيلعب الالعاب هتراكز على سي بيو اكتر او. حيبطل نك شوية. لكن في المعظم يعني قلت ستين سبعين في المهم الالعاب الموجودة في السوق حيبقى كويس معها. يعني حيبقى تمام. اه تعال نروح بقى الاخر اللي هو ستلاف ومية. حيعاب العنق زوجة مع انهي واحد برضو من التلاتة. اه مع الالف وسبعين والف وتمانين تي اي اكتر لان هو اتنين كورس. بس. هيبقى ضعيف قوي في معظم الحاجات. في قلعب كتير جدا. معظم اقع باللوقتي معتمد على من غير على الاقل يعني. في اتنين كورس واتنين هيبقى تعبين جدا مع قلعب كتير. فاعلى كارت ممكن رجحه معايا هو الربعمية وتمانين او الربعمية وتمانين كمان. اه ربعمية وتمانين او ربعمية وسبعين مش ربعمية وتمانين. اه. يعني مع ستة الاف ومية اخر كرت نقدł نلعب به هو الربعمية وتمانين. ده اعلى حاجة ممكن نجابه. مع ستة الاف وخمسمية اعلى كرت جاب مع كرت مثلا الف وسبعين. ممكن اس program كمان يعني. ممكن الف وتمانون كمان مع ستة الاف وخمسمة. اه. والسبعة سبعمائة كيده يشتغل مع اية كارتة. في الظبط. حتى لو دول الف وتمانين تي اي. حتى لو كنتين اس هيشتغل معهم كويس. هي الفكرة بالنسبة لي اكتر هي فكرة موازنة البروستسور مع الكارتة الموجود في الجهاز عشان تبقى الالعاب مستريحة من نحيتين اكتر يعني. فهي دي بالنسبة لي اكتر حاجة متوازنة بالنسبة للبروستسورات بتاعت الانتل اي. يبقى انا كده انا بالنسبة لي انا كده استقريت على السبعة تلاف وسبعمائة كي. اوكي? يبقى احنا كده حطينا تلاتة معالجات سواء الفئة العالية او الفئة المتوسطة او الفئة القليلة. انا طبعا هختار لما ان انا برايح للفور كي فانا هجيبي السبعة سبعمائة كي. هو خراب بيوت بس بس خراب بيوت اجباري. هو خراب بيوت اجباري الجهاز ده. خلاص اه المرة الجاية ان شاء الله بازنان بقى نتكلم على ايه? اللوحة الام او المزر بورد? اللوحة الام اه لانها التانية اهم عنصور في الجهاز يعني اه عشان برضو بقيت القطع اللي حتنا اللي حنحتاجها لها. تمام احنا برضو لو الناس محتاجة اي اسئلة. لو الناس اه عايزة تعرف اي حاجة. ممكن يسيبولنا اسئلة في الكومنتات تحت. واحنا ان شاء الله بازنها نجاوبكم في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. يلا شكرا عبدالخالق. عرفتك معاه النهاردة شوية. لا عادي والله يلا اهمك. خلاص هكلمك بقى كمان يوم يومين كده لشوف موضوع البوردن. خلاص ان شاء الله. ماشي باشي. يلا سلام عليكم. اشتركوا في القناة